بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض الحل question number 27 اللي هو برضو في exercise 1 بس ده كان الجزء بتاع higher a skills question 1 بيقولك ايه body of weight equal 3 newton placed على horizontal rough plane حلو طيب وفيه coefficient of friction between the body and the plane equal 1 over 3 في horizontal force بتحاول تحركه يبقى قادي horizontal plane وقادي body weight diamond vertically downward equal 3 فيه فوق normal action وفيه force horizontal هنسميها مثلا بي بتحاول تحرك body يبقى النحية دي فيه مين؟ فيه friction force طيب يبقى friction force belong بين كم و كم قالك friction force belong بين 0 open لحد Fs يبقى انا لازم احسب الايه؟ الفس الفس هي ميو اس في مين في r الميو اس متدهالك بكام ب وون اوفر سري طيب والر الار هي weight والويد عندك بكام بسري يطلع ب ويبقى وون نيوتن يبقى الانترفل بتاعتك دي من 0 open لحد اه لحد وان بس الوان ايه closed فيبقى اللي choice صح هو choice number c طيب question number two يبقى دي الهوريزونتل. والويت عندك 1 نيوتن. بيقول لك على هوريزونتل روف بلين. بيقول لك اهوريزونتل فورس اه اكتد اه اه تريد ايه توموفت. يبقى فيه برضو فريكشن فورس هسميها بيه. بتحاول تحرك الباديو في نورمال راكشن وفي مين الفريكشن فورس. طيب بيقول لك اهوريزونتل راكشن فورس بلونج مبين كم وكام. هي الانتيرفل بتاعت الريزولتل راكشن ايه. طيب هو رزولتل راكشن ايه اصلا. هو رزولتل فورس. اللي 2 فورس واحد اسمها الفريكشن فورس والتانية النورمال راكشن. واللي تنين دول ايه بربنديكولر. يبقى الار داش ايكوال سكوار روت اوف. ما انا بجيب رزولتل لتو فورس بس بربنديكولر. يبقى سكوارد بلس اف اف ايه. سكوارد اف اف دي اللي هي الفريكشن ايه فورس. طيب اجيبي الانتيرفل ازاي? بص يا سيد. هي البي اللي كانت بتشد البودي لو تقريبا بزيرو. ساعتها الفريكشن فورس تقريبا بكام? بزيرو. طيب ساعتها هتبقى ايه? قالك يعني الجزء ده كده تقريبا هيبقى بزيرو. يبقى هتبقى هتبقى اللي هو النورمال تبدأ تزيد. يحصل ايه? كمان تزيد بس هيظل الاتنين بعض لانك في فساعتها الار داش هتبقى هتبقى هحسب بقى يبقى خلاص دي بدأ تزيد فبقى ايه? بطر رح سيبها بالسكوير روت اللي هو طيب تزيد اكتر لحد ما توصل ايه? للفورس اللي هتخليها اباوت تموف تعالى نسميها بي اس. فساعتها في حالة اباوت تموف بنقول عليها ايه? الف اس اللي هي مين? اللي هي ميو اس في ار. طيب وساعتها بكتبها ازاي? هو سكوير روت اوف ار سكويرد بلس الف اف لأ هشيلها واحط الف اس لانها دلوقتي في حالة المكسيمم اللي هي اللي ميتينج فريكشن فورس. يبقى الار داش ايكوال ادي ار سكويرد بلس الاف اس اللي هي ميو اس في ار بس هكتبها ميو اس سكويرد ار سكويرد. ليه? لان انا اشيلت الاف اس طيب مش هنا في ار سكويرد وهنا في ار سكويرد ممكن اخدها كومان وكمان اطلعها ابرا الروت بس لما تطلع برا الاسكوير روت تبقى ار وهنا يبقى سكوير روت اوف اا طيب يبقى بتاعتك بلونج ما بين كم و كام يعني هي كانت تقريبا بكام بار ساعة اما كانت الفرس تقريبا بزيرو الفريكشن فرس تقريبا بزيرو يبقى تقريبا بار دي يعني وتفضل تزيد 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 لحد ما توصل لان البادي يبقى عبود تموف الماكسيمون بتاعها يبقى ايه هو طيب تعال نحسب بالكلام ده ما هو الار ده هو النورمال ودي فهيبقى بس اللي تحت اللي فوق اللي تحت طيب في حالة اباوت تموف اباوت تموف يبقى طب سكوير روت بلوس بكام بروس سري بس هو ايه الرول فيها سكويرد احسب كل ده كده بالكالكليترا هيطلع لك بكام بتو يبقى هو من لتو لكن هيبقى والتو هتبقى لان الاباوت تموف هتبقى معين هل ينفع اختار ده لأ لان ما بين الوان والتو برضو دي للار داش اللي هي الريزولت انتراكشن وبتخلي البادي ايه الكوليبريم برضو فهنا ايه كاتبها دي على شكل سيت او سيت فالفاليوز اللي ما بين الوان والتو مش وخدة طبعا ايه غلط وكمان الوان ما ينفعش اشخده اصلي. تمام? فيبقى اللي تشاهده صح ونمبر بيه. طيب بيقول لك على رف هوريزونتال تابل. ادي الرف هوريزونتال تابل وهدي البادي. الويت دايمن و هو بيقول لي انه ايه? انه 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 تن كيلو جرام ويت. بيقول لك فيه حلو. فين بتاعها? بيقول لك انها على هوريزونتال اوبورد بانجل كام سيرتي. حلو. ادي ده كده الهوريزونتال هي كده الفوق بانجل كام سيرتي. بتاعتها بتوينتي. طيب. تعال كده هنحط بقى الحاجات. اول حاجة انا عندي ايه? وعندي كده ايه? فريكشن فورس اف اف ومش هحطها اف اس لانه ما قاليش ابوت موف. حالا انا بشتغل كده ولا بعمل كمان للفورس ريزيليوشن بعمل للفورس ريزيليوشن. يبقى هنا طب وهنا تعال كده. اللي فوق اللي تحت. ار بلس توينتي ساين سيرتي ايكوال تن ار بلس توينتي طايم ساين سيرتي دي بتن برضو ايكوال تن. يبقى ودي تن عكس الساين يطلع الار بكام الار بزيرو. يعني النورمال راكشن بكام بزيرو. معنى كده ايه? معنى كده ان بتاعت الفورس اللي هو حطها على البادي ادي الويت بالزبط فبالتالي ما خلي ان الاكن البادي مش لامس ايه? ايه? وعشان تظهر لازم يحصل ايه? تلامس ما بين ايه? اه يحصل تاتشنج ما بين البادي والبلين. حل حصل تاتشنج? لا عرفت منين لان نورمال راكشن بكام بزيرو. فاكن البلين مش ضاغط على البن او حتى مش لامسه. فبالتالي الفورس على طول من غير ايه حسابات تبقى بكام? تبقى بزيرو. تمام? يبقى ده نور ايه? بيقول لك ان دي اوبزت فيجر ان امتي كونتينر افويت اكوال سيرتي نيوتن بليست على رف هوريزونتال بلين في هوريزونتال فورس هتخليه اباوت تموف. الفورس دي هوريزونتال والمجنيتوب بتاعها بتوينتي. حلو. يبقى هو كده بيتكلم عن الفجر الاولان. طيب الهوريزونتال بتوينتي. والويت بثيرتي. اه هسمي طب هي يبقى هنا في مين في ميو اس بس في طيب يبقى انا عارف ان هتبقى وبالتالي هيبقى ايه? في اروان اللي هي واحشيل الاروان وحط الويت اللي هو بكم سيرتي فبالتالي الميو اس بتاعتي هتبقى اللي هي حلو قوي كده. طيب بعد كده نعمل ايه? تعال بيقول لك في الجزء اللي بعد كده بيقول لك في choisل ايه? بعد ما انا سبيت اللي فبالتالي هيبقى اسمها ليه? لان الويت اختلف. طيب الفريكشن فورس هتبقى R2 اتغيرت عشان وتتغير. طب هتتغير لا. ليه? لان نفس الكنتينر على نفس البيلين. ادي الكنتينر اهو. هل بتاعت الكنتينر اتغيرت بعد ما انا صبت فيها حاجة? لا. السطح الملامس او الجزء اللي تحت ده اللي بيلمس الهورزونة البيلين هو هو. فبالتالي في في ازاي بعض? يبقى في الفجر التاني هنا. عرفت ان اتغير عشان الويت اتغير. لكن ازاي ما هي? لان الكنتينر والبيلين زي ما هم. طيب نعمل ايه? اللي فوق اكوال اللي تحت يبقى ار تو اكوال الويت اللي هو ففتي ون نيوتن. بالتالي مين اكوال الشمال? يبقى البي اكوال ميو اس في مين? فار? يبقى ميو اس بكام? طلعناها من اول اه اول معلومة من الفجر الاول اللي بتو افر سري. طب والار اللي هي الار تو اللي هي كام ففتي ون. احسب بقى الكلام ده بالكالكولياتور يطلع ايه? سيرتي فور ايه? نيوتن. فى يبقى ده اللي choice number b. طيب question number five بيقولك in the opposite figure two bodies of weight equal w. يبقى الاولين ده هو ايه? الو والتاني five w. يبقى ده الاولين. اهو الويت بكام? طيب وبالتالي نورمال راكشن هسمي ار وان. طيب التاني five w. يبقى الويت في الكيسة التانية بكام? ب five w. طيب والنورمال راكشن هسمي ار تو. حلو كمل. فبيقولك ميت فروم سيم ماتيريال. اه سيم ماتيريال يعني يعني ميو وان اكوال ميو تو او ميو اس وان اكوال ميو اس تو. الاول كوفيشنت افستاتك فريكشن مش هيتغير مدام نفس الماتيريال ومحطوطين على نفس البلين. او بص حتى بيقولك. فبالتالي اول حاجة بيسألك عن مين? واحد اسمه ميو وان والتاني ميو تو هل الماتيريال اتغيرت بتاعة البادي ده والبادي ده لأ هما الاتنين سيم. ومحطوطين على نفس يبقى بالتالي ميو وان اكوال ميو اي تو. تمام? اجل السكند بيقولك اكوال اف وان واف تو. طب تعال كده في الجزء الاولاني اللي هو بتاعه ده ده كده الفجر الاولاني. هو الويت بيكان بو والنورمال اكشن هسميه ار وان والهوريزونت الفورس اللي حدثت اسمها بي وان. بالتالي فيه فريكشن فورس صح? طيب بص انا بحسب ليميتنج. طيب الليميتنج في الاف وان بكام? تعال هحسبها كده اف وان هتبقى دي الليميتنج فريكشن فورس في الكس الاولانية. اللي الويت فيها بكام? بو. يبقى ده ميو اس في ار وان. طيب الار وان اكوال دابلو يبقى ده ميو اس في دابلو. حلو. نيجي في الجزء التاني الفجر التاني. اللي الويت فيه بكام? الويت فيه فايف دابلو. لو انا جاي احسب بتاعه اللي هو الاف هيبقى عبارة عن يو اس في ار تو. يبقى ده ميو اس فار تو ابتكام الويت. الويت بيكمل مرة دي بفايف دابلو. يبقى اف تو اقوال فايف طايمز ميو اس دابلو. اه تعال كده اف تو اكتب الفايف زي ما هي ميو اس ف دابلو مش هي هي اف وان شيلها بحط مين? اف وان. يبقى اف تو اكوال فايف اف وان. يبقى ده شيس نمبر بي. قوشن نمبر سيكس بيقى طيب حلو تعال اول رسمك ادي الهوريزونتل بيقول انه وعندك دي مسميها بي هيخليها اباوة ده كده هتسميه والنحية التانية هتبقى ايه ده اباوة مو يبقى ده ميو اس في مين في ار وان ايه بقى ار وان وبالتالي بي هتبقى اشيل ار وان وحط البي بتاعتي هتبقى بكام هتبقى ميو اس دابليو طيب دي كده اول حاجة اه الكسة التانية بقى كمل كده قالت السؤال يعني نفس الايه الفرق اه نفس يعني نفس الميو اس يبقى عايز الهوريزونتل فورس هسلميها ايه بي وان تمام اللي هحطها على البادي اللي معمول من نفس الماتيريال بتاعة البادي الاولاني لكن الويت بتاعه مختلف هيبقى سريع فبالتالي ار اللي هي هتتغير فهسميها ار تو هيخليه اباوة يبقى ميو اس في ار تو طب الميو اس اتغيرت لا لانه مصنوع من نفس الماتيريال هو محطوط على نفس البلين انما ار تو اتغيرت بسبب التغير اللي حصل في الويت يبقى ار تو اكوال دابليو بلاس سري طيب يبقى بي وان اكوال ميو اس في ار تو يعني ميو اس في ار تو ار تو ار تو بلبيو بلاس سري. الميو اس اتتوزع في الاولاني والتاني. يبقى ميو اس بلس سري ميو اس بل من الميو اس لها وحط بي بلس سري ميو اس زي ما هي. ايا كان بقى ايا كميو اس اي واكده كده بص في السؤال هو مسميها ميو بس. فبالتالي الصح بتاعهzeni اللي هي مين الل هي هارزونط الفورس الجديدة الليıyorsunطة الوات بتاعه اي وهتخليه اباوت تو موف يبقى هتبقى عبارة عن بي اه ميو. في بيقول لك اكت على الوات بتاعه ده على راف ويبقى بادي الهروزونتا البلين وقادي الوات بتاعه دايمن وو هو بيقول انه و هاكتع عليها بك فورس اسمها بي بس هو اهروزونتا. هيخليها عبوة تموفي بقى نحط تاني ايه ميو اس في ار طب الار بكام اهو هسميها ايه هسميها ار وان لشان دي اول كيس طيب بالتالي ار وان اكوال دابليو دابليو وان بقى صح كده طيب وايه تاني بيقولك ان البي اكوال ميو اس في ار وان ممكن اشيل الار وحط دابليو يبقى دي ميو اس طيب ميو دابليو طيب كمل اراتي السؤال بيقولك وحطيت على شكل يعني نفس المجنيتون نفس البيتو بس انزلوا بدي دا الوية بتاعها بيو توب دي على الاسم هل قال البي ليه نفس الماتيريال لا بس ما حطوط على نفس الوريزونتل تمام ايه ايه والسو ابوت تومو وان كوفيشنت او فريكشن between the two اللي هو ايه يبقى هنا ده هسميه يبقى هنا ايه ميو وان هنا ميو وان طب في الكيسة التانية نفس الفورس يعني نفس المجنيتود نفس يبقى طب الوي تتغير اه بقى حال الار تفضل زي ما هي لأ ارطولة ان الوي تتغير هيخليها عباوت ايه هل البادي نفس الماتيريال بتاعت البادي الاولاني لأ مع انه تحط على نفس فيبقى الميو اس تغيرت هتبقى الميو ايه اللي مساميها ميو طب فوق اكوال تحت عشان انت في حالة اكوليبريام ما هو اباوت موف برضو في حالة اكوليبريام يبقى ارطول دابلي تو ومنها ان البي هتبقى اكوال كام ميو اس ارطول او ميو تو بقى تمام طب الميو تو زي ما هي ارطول كام دابلي تو حلو اهو كده دي وان كده كده تو طب هنعمل ايه بعد كده تعال مش البي هنا والبي هنا اد بعض يبقى البي ممكن تقول عليها انها عبارة عن ميو وان دابلي وان او ار اكول ميو تو دابلي تو مش دي كده ريشيو يبقى انا لو عايز دابلي وان اوفر دابلي تو يبقى انا هجيب دي ايه ديفايد جيب بقى من ناحه التانية في بردو يبقى دي ميو تو اوفر ميو وان تمام? يبقى اللي بيتوافق مع الكلام دا لو هو يقول دي بيقول لك ايه ايه او بص فيه كما هنا بس عشان ما تطلخ بطش. يبقى اول حاجة الميو اس اقوال كام هاف وده هو ال W كما كده وقال لك بقى ان ال B1 هي تنجينش الهوريزونتل فورس ويتش كان ميك زبادي اباوت موف. يبقى دي الهوريزونتل ايه? بلين. واد الويت بكام? اتنيوتن. طيب فيه بتاكت عليه اسمها بي وان وهتخليها اباوت موف. يبقى هنا في ميو اس في ار بس الميو اس هو ايه لك انها بهاف ودي كده الار اللي هو النورمال راكشن. طيب حلو. دي كده الكس الاولانية يبقى الار اقوال ايت ايت ايه? اتنيوتن. طيب والبي اقوال هاف ار. يبقى هاف كام هاف واشي اللي الار وحط ايت يبقى اقوال فور كام فور نيوتن. طيب كمل السؤال بيقول لك بي تو. اه 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 قل لك المجنيتود بي كان بي تو. قال لك لأ فانت بتعمل ايه? بتفرض ان لها دي ريكشن يبقى بتفرض انها على الهوريزونتل? اسهل حاجة تفرض انها على الهوريزونتل. طب لو ماشي. وشوف بقى السيتات تطلع معك كان. طيب بس انا بقول لك الاسحل يعني. طب الويت هيتغير? لأ. طب مدام الويت ما تغيرش مع نفس يبقى الميو اس ما تغيرتش اللي هي بهاف. طيب هل الار هتتغير? اه. يعني سميها ار وان. ليه يعمل حاج ما قلقيت تحت ما تغيرش. انت قلت لي الار بتتغير لما الويت بس ثانية واحدة. مش البي بقت انكليند فالمفروض انك بتعمل لها ايه? يبقى ده بي تو كوزاين والغي ده خلاص وانت شغال بتاعك يبقى ده بي ساين تعال كده اكتبها لك عشان تحس بالموقف هنا يبقى ار وان بلس بي تو ساين سيتا اكوال ايت فبالتالي الار عندك اللي هو النورمال اكشن اللي هم سميه ار وان هو عبارة عن ايه? ايت ماينس بي ساين سيتا. مش الاولاني كان طالع ايت? هنا المرة دي ايت بس شلت منه البي ساين سيتا فبالتالي اقل فبالتالي يعني اتغير. حلو هو قال لك ايه? مش عندك مسألة بتثبت لك اللي تخلي طب اللي اسمها بيتو هتطلع معك كم في الاخر ابقى اشوفها بقى في الملزمة اللي هي دابليو ايه? ساين لمضا. ليها خطوات كتير بيثبت لك ان اللي تخلي اللي تخلي اباوت في فرق ما بين وليست هوريزونتال فورس. تاني حاجة هو بيقول لك لما هوريزونتال فورس يبقى كده محدد لك الديريكشن هنا اقول لك ليست فورس يبقى الديريكشن معرفوش. المهم لها بروف. ويبقى في الاخر هتطلع معك الليست فورس دي اقل ايه? دابليو ساين ايه? دابليو ساين اللمضا. طيب هل معك الويت? اه بقيت. هل معك ساين اللمضا? لأ بس انا معي مين? ميو اس اللي هو بهاف. طب ما هو الميو اس هو تاني اللمضا اقل هوف. طب ما ترسم الريت انجل تريانجل لو دي بلمضا. يبقى التاني هو على ادجاسنت. يبقى طبعا لو عايز الساين اعملي ، يبقى ده طيب. يبقى الساين بتاعتي هي اللي هو البي تو في ساعتها هتبقى الكام بي اوفر روت فايف. حلم. انت عايز الرشيو صح? مين اوفر مين؟ بي وان. بي وان طلعت معك بكام بفور. اوفر بي تو اللي هي ايت اه اه روت فايف. اللي تحت تحت يطلع فوق يبقى ده فور روت فايف اوفر ايت. طيب الفور والايت يتكنسلوا يبقى الكلام ده هو ايه اللي هو طيب اخر اخر في السؤال ده اللي هو بيقول لك على وللي متشنوا الويد بتاعه ده على رفع وحرود الويد بتاعه حلو ايه؟ نyse ايه؟ تعالى كده. ادي الهوريزونتل وهدي الويد اللي المحدود عل هوريزونتل بلين اللي الويد بتاعه بيقول لان هو ووالب هي الفورس واتريكشن بتاعها هوريزونتل تيب واللمضه هي مين؟ هي طيب مش انا كنت بحط هنا البربنديكور رعبلين هو النورمال راكشن طب والتنجينشل للبلين او البرل للبلين الناحية التانية عكس اتجاه البيه هي كانت طب لو كانت ابوت تموف كنت بحطها ميو اس في ار حلو بس انا ولا هكتب ده ولا هكتب ده هحط ايه الريزولتانت بتاعتهم اللي احنا بنقول عليها المين الار داش اللي هي الريزولتانت راكشن وبتبقى انكليند على الورتيكل او الانجل ما بينها وما بين النورمال راكشن كان لمضة طيب نعمل بقى هنا بسيط هو بيقول لك عايز ار داش اسهل حاجة بدل بقى ما تعمل يعني تفك تكتبها وتساوي يمين بشمال وفوق بتاعت تمام ممكن اعمل لمي على طول تعال كده نجرب لمي وبعد كده هعملها لك بالطريقة التانية لمي بيقول ايه بيقول لك لو فيه كده او بادي بسبب سري فورسز انا عندي سري فورسز اه البي والار داش والدابليو هتقول لي طب والنورمال والف اس مهم دول اقدر اشيلهم وحط الريزولتن بتاعتهم اللي هي الار داش اعمل ايه اليه بيقول لي ان الفورس مسلا لو هاخد البي ابدأ بيها اللي قدامها طيب سيار الانجل اللي قدام البي كام اللي هي بتون التو فورسز دهنين يبقى بي الانجل اللي اقصدها اني انجل اللي هي بتون الانجل اللي قصدها الانجل اللي قصدها الانجل اللي قصدها اللي هي البي والدابلو يبقى دول كده بربندكلار يبقى اللي قصدها دي ساين ايه ساين نانتي يبقى يبقى انت في الساين تفضل زي ما هي والساين في نفس الوقت بوستفي بقى أقدر اكتبها ساين لامضة. اواتي بلسين ناينتي بلاس يبقى الساين هتقل بكوزاين طب انت في الساين دكوات والساين الساين الاصليه اللي هنا دي بوستفي فاكتبها بوستر. وقلبة كوزاين. طيب انا عايز حاجتين. اول حاجة. هساوي الاولانية دي بالرشيو التانية. ليه? لان انا بسأل عن فبالتالي هتبقى طيب مش الساين اللي تحت دي اقدر اطلحها فوق تبقى كوسك. حلم. تعال نعمل حاجة كمان. نساوي الرشيو التالتة دي بالرشيو التانية. ليه? لان انا عايز رشيو برضو. يبقى رشيو اقوال دابليو اللي هو الويت اوبر كوزاين. وكوزاين اقدر اطلحها فوق تبقى سك. طيب مين بقى اللي موجود في الشيو السابق هنا? هل فيه اتنين فيهم دابليو بس المفروض يبقى دابليو في سك دي مثل سك دي تان ودي كوسك. خلاص يبقى دول ما مع السلام. طيب الارش برضو فيها ايه? بي كوسك ده بي كوسك. ده بي كوسك يبقى ده الالتشيو السح. انما ده بي غلط ده بي كانت تمام يبقى صح هنا هو وكده نكون خلصنا ايه نعبلكم اذن الله في